أثار توقيع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة العديد من المخاوف لدى بلديات الجنوب والساحل الغربي والعديد من المنظمات الحقوقية والأهلية تخوف وقلق صاحبه عديد ردود الفعل حيث أكد عمد بلدية صبرات حسين الدوادي أن بقاء المهاجرين في ليبيا يشكل خطوة خطيرة ومرفوضة مضيفا أن بقاءهم بمراكز الإيواء لفترة طويلة يخلق مشاكل بسبب عدم وجود إمكانات كافية إلى جانب مشاكل انتشال الجتت مشيرا إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية اختصاص دولي من جهة أخرى قال عضو المجلس البلدي زوارة عيسى سعيد أن توقيع الاتفاقية لم يكن حلا جدريا بل يمكن أن تكون له مكاسب للطرف الآخر في إشارة إلى دولة إيطاليا كما أكد أنه يصعب القضاء على الهجرة بهذا الاتفاق مشيرا إلى أن ليبيا لا تتحمل وحدها العب عضو بلد زوارة طالب إيطاليا أن تعمل على إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم رافضا أن يتم التوطين في ليبيا عدد من بلديات الجنوب بدورها رفضت توطين المهاجرين حيث قال عميد بلدية سبه حامد الخيالي أن أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز الإيواء مضيفا إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم مخاوف البلديات صاحبتها أخرى حقوقية حيث أذانت 11 منظمة توقيع الاتفاق معتبرة أنه سيساهم في تحويل ليبيا من بلد عبور إلى مخيم كبير للمهاجرين واللاجئين هذا ولم يقتصر رفض توقيع مذكرة التفاهم مع إيطاليا على البلديات والمنظمات فقد رفض مجلس النواب في بيان له هذه الاتفاقية ووصفها بالباطلة أما حكومة الإنقاذ الوطني اعتبرت في بيان لها أن الاتفاقية غير قانونية وضد المصلحة الوطنية الليبية وينص الاتفاق الموقع بين السراج وإيطاليا على تمويل الاتحاد الأوروبي لمراكز الاحتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسية عبر ليبيا فضلا على توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين فهل ستتحول ليبيا بهذا التوقيع إلى نقطة عبور رئيسية لطالبين لجوء الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا في ظل نقص الإمكانات التي تعاني منها البلديات التي تشكل نقطة عبور للمهاجرين جراء استفحال ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر